ودعاً الموسيقار الكبير حلمي بكر من ساعات رحل عن عالمنا والكل في حالة حزن شديد لكن ودعاً كان فيه تفاصيل ومفاجآت كتير اللي جرى للموسيقار حلمي بكر قبل رحيله والحقيقي كان محبوس وممنوع من مقابلة الناس ولي ابنه قال زوجته السبب كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده ودعنا اليوم قام موسيقية شامخة أسرى الصحة الفنية العربية بألحانه العزبة ورؤيته أصطاقبة إنه الموسيقار الكبير حلمي بكر اللي رحل عن عالمنا اللحظات اللي فاتت بعد ما أعلنت نقابة المهن الموسيقية خبر رحيل الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع التعب الشديد عن عمر يناه 86 سنة وكمان علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية بشأن كل ما قيله بشأن ضرورة تدخل النقابة لتقديم الرعاية الصحية للموسيقار حلمي بكر بعد الاتهامات التي وجهت لزوجته بحبسه ومنع الزيارات عنه عبده قال في تصريحات سبقلي إن نقابة المهن الموسيقية ترعى مصالح أعضاءها وإن الموسيقار الكبير حلمي بكر عضو عامل وإنه النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية بعد قرار الفنان مصطفى كامل بتوليه منصب النقيب لكن الاتهامات اللي وجهها ابنه لمراته كانت سبب كبير في إصارة الجدل حوالي الأيام اللي فاتت خاصة إنه قال إنها حبسته ومنعت عنه الزيارة لكل الناس وإنها أخدته من القاهرة للشرقية وهو مش هيقدر يتحمل ولازم يكون بجانب مستشوى مجهزة طب هو إيه التعب اللي تسبب في رحيل حلمي بكر وفقاً للمعلومات المتاحة كان بيعاني الموسيقار حلمي بكر من احتباس المياه في الجسم ومشاكل في الكلة وارتفاع لمستوى السكر في الجسم وده اللي أدى لتظهور حالته الصحية خلال الأيام اللي فاتت وعدم قدرته على ممارسة الحياة بشكل كامل وشرح موقع صدى البلد الإخباري اللي خاصل مع الموسيقار حلمي بكر بالتفصيل وقال إنه يحدث احتباس السوائل أو الماء عندما يكون الجسم غير قادر على الحفاظ على مستويات السوائل على سبيل المثال وده اللي تسبب بمشاكل الكلا والقلب والأوعية الدموية في احتفاظ الجسم بالسوائل والأعراض الرئيسية هي التورم وعدم الراحة ووفقاً للمعلومات المتاحة كان قد نقل الموسيقار حلمي بكر لأحد المستشفهات بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية وبعيداً عن وصف الحالة الصحية الأخيرة لحلمي بكر قبل رحيله يجب معرفة أهم المعلومات عنه ولد حلمي بكر في مدينة الإسكندرية عام 1932 ونشأ في عائلة تعشق الموسيقى درس العلوم الموسيقية في المأهد العالي للموسيقى العربية وبدأ مسيرته الفنية كموسيقار وملحنة ساهم حلمي بكر في إسراء الصاحة الفنية العربية من خلال تلحينه لعدد كبير من الأغاني التي غناها كبار المتربين نسل أم كلسوم وردة جزائرية وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب كما الأحانة العديدة من المصرحيات والأفلام السينمائية ونال العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية الحافلة لمن لا يعلم فالموسيقار حلمي بكر لحن حوالي 1500 لحنة لكبار المتربين العرب منهم ليلى مراد ووردة جزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومتحة صالح كمان قدم حوالي 48 مصرحية جنائية أشهرها سيدة الجميلة وحواديت وموسيقى في الحي الشرقي واكتشف كثير من المواهب الصوتية المصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر